ما في أحلى من الصيفية بلبنان هالحكي مضبوط ولكن تكلفة الصيفية كتير تقيلة على جيبة اللبنانة وإذا بلشنا من قلب البيت 8 ساعة نوم بالأي سي رح يكلفوا بالشهر ما يلي على كهربة الدولة إذا الكيلوات الواحد بحسب التسعير الرسمية بيعادل 24165 ليرا لبنانية والأي سي لقوته 9000 بيتيو بيصرف 0.9 كيلوات بالساعة وبعملية حسابية بسيطة بيكلف 21748 ليرا لبنانية بالساعة أي كل 8 ساعات من النوم بتكلف 173000 ليرا بالليلة وبالشهر قرابة 60 دولار وإذا الأي سي قوته 12000 بيتيو بتكلف الساعة 28900 ليرا لبنانية وتمان ساعات بيكلفه 231000 ليرا وبالشهر قرابة 77 دولار على الموتار إذا الكيلوات الواحد بحسب التسعير الرسمية بيعادل 35000 ليرا لبنانية والأي سي لقوته 9000 بيتيو بيكلف 31500 ليرا لبنانية بالساعة وكل 8 ساعات 252000 ليرا وبالشهر قرابة 85 دولار وإذا الأي سي قوته 12000 بيتيو بتكلف الساعة على الموتار 42000 ليرا وتمان ساعات بيكلفه 336000 ليرا وبالشهر 112 دولار هيدا ما حسبنا بعد أن الأي سي ببعض المنازل بيدور أكتر من 15 ساعة وفي أكتر من أي سي يعني التكلفة دوبل وما حسبنا مع فتوة الكهرباء والموتار كل في التدوير البراد والغسالة وأبسط أدوات المنزل الكهربائية وتنكفي الصيفية بعض اللبنانية بيتواجهوا نحو الجبل وإذا حسبنا أنه الكيلومتر الواحد بيكلف 13000 ليرا فبيكلف المشوار روحة وراجعة مينموم مليون و300 ليرا لبنانية أي 14 دولار بالمشوار ومشوار واحد على البحر بالجمعة من الأساسيات وبيكلف الشخص الواحد بالحد الأدنى 20 دولار من دون أكل وشرب يعني بالشهر 80 دولار على الشخص هالتكاليف كله إذا جمعناها بتتجاوز الحد الأدنى للأجور بأشواط اللي هو 18 مليون وهذا ما حسبنا السل الغذائية وشوية شوپينغ وشوية ظهرات